طيب أداء الأهل الحياة الرائع مبارح وفوزه كبير كان محل إجمع وإشهادة معظم مقدم البرامج الرياضية كابتن سيف زاهر في أون تايم سبورت نشوف إزاي شاف أداء وفوز الأهل الأهل والمقصة النهاردة مباراة كبيرة جدا من جانب النادي الأهل صمت بشكل كبير جدا مصر المقصة في الشؤوت الأول ولكن الأهل النهاردة كان ليل أفضلية بشكل كبير أهمية المباراة النهاردة تكمن في نقطة مهمة جدا هو الإطمئنان عن نادي الأهل في البروفا الأخيرة قبل الذهاب للنهائي والعشرة يا أهلي النهاردة قدر أقول لكم بمنتهى الثقة لجمهور النادي الأهلي اتطمنوا على فريق الأهلي الأهلي بخير الأهلي رايح النهاية الأفريقية وهو في أفضل حالاته إن شاء الله بإذن الله الأهلي يقترب من العاشرة الأهلي الحقيقة النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا الجزء الهجومي أكثر من رائع بقى فيه سلاسي في النادي الأهلي مرعب محمد شريف حسين الشحات وسبحانه مغايل الأحوال تكسب الرهان يا مسلماني وأفشه إيه خمسة وخمسة؟ قل إيه خمسة وخمسة أسيف؟ لا يعني أولا طبعا أنا بخاف من الفرحة أنا مش من الفرحة أنا دايما بقول لك إيه طول عمري لو الأهلي خايف أنا بتطمن صح؟ تا كتير مش عايز نتطمن قوي لأن كل مباراة ليه ظروف آه خلاص اللي فاتت لا حلو قوي الكلام كله عاللي فات لكن مش معنى كده أن اللي جاي لازم يبقى زاللي فات خلينا كل مباراة نتعامل إنما هو قال كلمة في الآخر عازة توقف قدامها مسيماني واللي عملوا مع حسين الشحات لا مسيماني واللي عملوا مع الفرق لما ده ست أيام مسيماني واللي عملوا مع أفشه مسيماني واللي عملوا مع السلاية أنه بقي رايح مسيماني واللي عملوا مع الشحات موسيماني هو اللي بيعملوا مع كهرباء و جليل و معاديانج و معاديانج و أكرم و أكرم لا موسيماني عايش بتركيز صراحة يعني فإحنا يعني بنتكلم على واحد بياخد بالأسباب أما النتائج عايزة توفيق من الله سبحانه و تعالى نرجع أن يسمع